السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في عالم مدهش وخفي عالم طائر ساحر يعيش في أعماق الغابات الكثيفة والأماكن البكر هل تعلمون أن هناك كائنا رائعا يمتلك جمالا يشبه المظلة السوداء وأنيقا جدا كالراقصين على خيوط الهواء إنه طائر مدهش يعرف بألقاب عديدة لكننا سنكتشف أسراره خلال هذه الرحلة المثيرة سنكشف النقاب عن هذا الطائر الملكي الذي يسكن في أجزاء محدودة من العالم في غابات وعرة ومناطق بعيدة عن أنظارنا سيدهشنا بجمال ريشه الذي يمتد فوق رأسه وبذيله القصير الرائع سنتعرف على عاداته ونظامه الغذائي المتنوع والفريد وكيف يعيش في تناغم مع الطبيعة حوله دعونا نستعد لاكتشاف عالم طائر مختلف تماما هيا نلقي نظرة عميقة على هذا الكائن الساحر ولنكتشف سويا أسراره المثيرة إنه لقاء لا ينسى فترقبوا معنا مقطع الفيديو واكتشاف هذا الطائر المدهش الذي يدعي طائر المظلة الطويل الدرع المعروف باسم الواطل أزرق الطويل طائر المظلة طويل الدرع المعروف علميا بسيفالوبترس بيندوليجر هو طائر رائع ينتمي إلى عائلة الكوتنجيدا يطلق عليه أيضا أسماء محلية مثل باكارو بولسون باكارو تورو دونجالي وفاكا ديل مونتي يعتبر هذا الطائر نوعا نادرا ويتواجد في الغابات الرطبة والسحابية يتم العثور عليه غالبا على منحدرات المحيط الهادئ في جنوب غرب كولومبيا وغرب الإكوادور وأحيانا يمكن العثور عليه في ارتفاعات منخفضة هو أيضا يعرف باسم الواطل أزرق الطويل طول الذكر يتراوح بين أربعين إلي ثنان وأربعين سنتيمتر في حين أن الأنثى أصغر قليلا حيث يبلغ ارتفاعها خمسه وثلاثون إلي سبعه وثلاثون سنتيمتر كلا الجنسين لديهم ذيل قصير ورأس منتصب الذكور أطول بقليل من الإناث والأحداث حيث يبلغ فارق الطول حوالي عشرون إلي ثلاثون سنتيمتر يتميز الذكر بحلق كبير من الريش في حين أن الإناث والأحداث لا يمتلكون حلق مماثل أو قد يكون حجمه أصغر بكثير يمكن لطائر المظلة التحكم في طول الحشيش ويمكنه طيه أثناء الطيران عموما يكون لدى الذكور أعمدة سوداء في ريشه مما يجعلها تظهر بشكل جميل وملفت للنظر هذه الخصائص الفريدة تجعل طائر المظلة طويلة درع من أجمل الطيور التي يمكن مشاهدتها في الغابات الرطبة والسحابية في مناطق جنوب غرب كولومبيا وغرب الإكوادور اسم طيور المظلة طويلة الدلايات مشتق من كلمة البندول باللاتينية والتي تعني المعلق ويرجع ذلك إلى الحلق الكبير الذي يمتلكه الذكور والذي يبدو كأنه معلق من عنقه هذا النوع من الطيور معروف بالتوطن والاستقرار ويوجد في المناطق الجنوبية الغربية لكولومبيا وفي مقاطعة الأورو في الإكوادور ويزيد تواجده في المناطق الحيوية مثل التومبس شوكو ماكدالينا يعيش في الغابات الجبلية الرطبة على ارتفاع يتراوح بين 1500 و 1800 متر فوق سطح البحر ويستوطن التلال وجوانب سلسلة جبال الأنديز يتأثر طائر المظلة طويلة الدلايات بفقدان الموائل بسبب إزالة الغابات والصيد وهو يعتبر نوعا نادرا يحتاج إلى الحماية والحفاظ على مواطنه الطبيعية للحفاظ على تواجده في الطبيعة حيث يتغذى على الفاكهة الكبيرة ويفضل بشكل خاص ثمار العديد من الأنواع النباتية مثل أريكاتسياء والاوراسياء وميرتاسياء يميل لتناول ثمار هذه النباتات التي تحمل بذورا كبيرة وإلى جانب الفاكهة يتغذى طائر المظلة طويل الدرع على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة مثل الحشرات والديدان والزواحف الصغيرة يعتقد أن البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يحصل عليها من هذه المصادر تلبي احتياجاته الغذائية اللازمة للبقاء والازدهار في بيئته الطبيعية تفضل هذه الطيور الأماكن الغابية الرطبة والسحابية حيث توجد الفواكه الكبيرة وتتوفر الكمية الكافية من الحشرات والكائنات الصغيرة التي تشكل جزءا من نظامها الغذائي يعتبر هذا التنوع في النظام الغذائي مهما لتلبية احتياجاتها الغذائية والاعتماد على مصادر مختلفة من الطعام في البيئات التي تعيش فيها فترة الحضانة لطائر المظلة طويل الدرع هي حوالي سبعه وعشرون أو ثماني وعشرون يوما وأثناء فترة الحضانة يقوم الأبوين بالتناوب على تحويض البيضة للمساعدة في حفظ درجة حرارتها المناسبة للتطور الجنيني وتفتح البيضة بعد مرور هذه الفترة لتفقس وتخرج الفراخ يعتبر حجم القابض لطائر المظلة طويل الدرع صغيرا نسبيا حيث يضع الأبوين بيضة واحدة فقط في كل عملية تعشيش وتهتم الأنثى بالبيضة وتحضنها وتعتني بها حتى يحين موعد فقس الفراخ وتظل معها لفترة بعد الفقس لتقوم بتغذية الفراخ والعناية بها حتى تكتمل قوتها وقدرتها على الطيران والاعتماد على نفسها طائر المظلة طويل الدرع يشارك في تزاوج الليك حيث يتجمع الذكور في مناطق مشتركة تسمى ليكس لعرض أنفسهم أمام الإناث المنفردة يقوم الذكور بعرض سمات ثانوية بارزة مثل السلوك العدواني والسلوك الإقليمي لجذب الإناث وتختار الإناث الذكور الذين يظهرون أكثر جاذبية ونموذجية لسمات النوع يقوم طائر المظلة طويل الدرع ببناء أعشاشه في الأشجار أو الأشجار وغالبا ما يتم تسجيلها على ارتفاعات تتراوح بين أربعه ونصف إلى خمسه أمتار فوق سطح الأرض يتم وضع بيضة واحدة فقط في كل محاولة للتعشيش وتستمر فترة الحضانة لمدة سبعه وعشران أو ثماني وعشرون يوما الأنثى هي التي تحتضن البيضة وتعتني بالصغار بمفردها بعد فقص الفراخ تقوم الأنثى بتوفير الطعام للفراخ بمعدل مرة واحدة في الساعة وتشمل وجبات الطعام التي تقدمها اللافقاريات والفقاريات الصغيرة والمواد المتقيئة تستمر الأم في رعاية الفراخ وتغذيتهم حتى يكتمل نموهم وقوتهم ويصبح قادرين على الطيران والاعتماد على أنفسهم تواجه طيور المظلة طويلة الدرع عدة تهديدات تؤثر على السكانية والبقاء على قيد الحياة لهذا النوع مناطق تزاوج لك تكون سهلة التحديد وهذا يعرض الطيور لخطر الاستياد حيث يصطاد بعض الذكور خلال فترة التزاوج لاستخدامها في التجارة غير المشروعة أو لأغراض أخرى مع ذلك يوجد طائر المظلة طويلة الدرع في العديد من المناطق المحمية مما يوفر بعض الحماية لهذا النوع ومن المفيد جدا توحيد المحميات المتناثرة الموجودة لتحسين فرص بقائه واستمراريته كما يمكن تعيين المزيد من المناطق المحمية كمحميات للمحيط الحيوي والعمل على تطوير برامج لحماية هذا النوع من الأنماط الأخرى للحماية التي يمكن اتباعها هي تنسيق تكوين الغابات وإعادة التحريج فتكوين الغابات الصحيح يمكن أن يؤثر على بيئة وموطن الطيور بشكل إيجابي ويساعد في توفير مواطن آمنة للتزاوج والتعشيش كما يمكن استخدام إعادة التحريج لتحسين وتجديد المناطق المهددة وتأمين بيئة مواتية لبقاء هذا النوع وتكاثره بالتأكيد يتطلب حماية طائر المظلة طويلة الدرع تعاونا وجهودا مشتركة من قبل المجتمعات المحلية والحكومات والمؤسسات البيئية للحفاظ على بيئتها الطبيعية وتوفير الحماية الكافية لها طائر المظلة طويلة الدرع يعتبر معرضا للخطر وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وفقا لتقديرات عام 2012 كان عدد السكان البالغة من هذا النوع يتراوح بين 6000 إلى 15000 فرد بالغ هذا العدد النسبي من الأفراد يعتبر منخفضا نسبيا مما يعزز خطر انقراض هذا النوع التهديدات الرئيسية التي تواجه طائر المظلة طويلة الدرع تشمل تدمير موائلها وفقدان الغابات التي تعيش فيها بسبب الإزالة غير المشروعة للغابات والتجارة غير المشروعة لهذا النوع إن فقدان الموائل يؤدي إلى تقلص مساحة العيش المتاحة لها وتشتت السكان مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات والصعوبات في إيجاد موارد الغذاء والتكاثر بالإضافة إلى ذلك يصطاد هذا الطائر أحيانا بشكل غير قانوني لأغراض التجارة والاتجار فيه كحيوان أليف أو للأغراض الزخرفية هذه الممارسات تسهم في تناقص أعداد السكان وتضعف توازن النظام البيئي الذي يعيش فيه لحماية طائر المظلة طويلة الدرع والحفاظ على بقائه يجب اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على الموائل الطبيعية لها والتصدي للصيد غير المشروع والاتجار بها يتطلب ذلك التعاون بين الحكومات والمؤسسات البيئية والمجتمعات المحلية لتطبيق السياسات البيئية الملائمة وتوفير حماية فعالة لهذا النوع المعرض للانقراض للحفاظ على طائر المظلة طويلة الدرع ومنع انقراضه هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها حماية الموائل الطبيعية يجب العمل على حماية المناطق الطبيعية التي تعيش فيها هذه الطيور ومنع إزالة الغابات وتدمير الموائل الطبيعية التي تعد موطنا لها تطبيق قوانين الحماية البيئية يجب تطبيق قوانين وسياسات الحماية البيئية التي تحضر الصيد غير المشروع والتجارة غير القانونية لهذا النوع تحسين التوعية والتثقيف يجب زيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية حماية هذا النوع وتوعية المجتمعات المحلية بأثر التدمير البيئي والصيد غير المشروع على هذه الطيور إقامة المحميات الطبيعية يمكن إقامة المحميات الطبيعية والمحميات للحفاظ على مواطن الطيور وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لها تعزيز التنسيق البيئي يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات البيئية والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ السياسات البيئية وتحقيق أهداف الحفاظ على هذا النوع تنمية الغابات وإعادة التحريج يمكن تعزيز تكوين الغابات وزراعتها وإعادة التحريج كوسيلة لتحسين مواطن الطيور وتوفير موائل بيئية مناسبة باتباع هذه الإجراءات واتخاذ الخطوات الملائمة للحفاظ على موطن طائر المظلة طويلة الدرع وحمايتها يمكن تقليل التهديدات التي تواجهها والمساهمة في الحفاظ على تنوع الحياة البرية وتوازن النظام البيئي في المناطق التي تعيش فيها شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو حول طيور المظلة طويلة الدرع إذا استمتعتم بالمحتوى وأعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتنا هيدن وورلد للحصول على المزيد من المحتوى الشيق والجذاب حول عجائب عالمنا الطبيعي معا دعونا نعمل على حماية هذه الطيور النادرة وجميع الكائنات الحية وتوحيد جهودنا لجعل العالم مكانا أفضل للجميع نراكم في المقاطع القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر